قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن عمري بن القري عن أبيه عن جده عمري بن القري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حني فلما قدم من جعرانة معتملا دخل عليه وهو وجع مغلوب فقال يا رسول الله إن لمالا وإني أولث كلالة أفأصي بمال كله أو أتصدق به قال لا قال أفأصي بثلثيه قال لا قال أفأصي بشطره قال لا قال أفأصي بثلثه قال نعم وذاك كثير قال أي رسول الله آمت بالدار التي خرجت منها مهاجرا قال إني لا أرجو أن يرفعك الله فينكأ بك أقواما وينفع بك آخرين يا عمرو بن القري إن مات سعد بعدي فها هنا فإدفنه نحو طريق المدينة وأشار بيده هكذا يا عمرو بن القريط شكرا